صلى على النبي حياكم الله في بودكاست جولة وحياك الله خوي ياسر الله يحييك الله يسلمك يطول عمرك خوي ياسر لو يعطونك مليون دينار ترجع امريكا بلاش ارجع امريكا مو بس مليون ليش يعني مو عشان الحياة هناك ولا عشان الرفاهية ولا عشان سيارات الكشفة اللي كانت عندي ولا البيزنسيز ولا عشان انك كنت سوي ماجستير و دكتوراه يعني عندي اصدقاء داخل السجن ناس تعرفت عليهم نوعية البشر اللي اعرف اللي مستعد ياخد طعنة عشانك داخل السجن بالطق والمطاقق والهواش والغدر والخيانة وين تلقى واحد او اثنين او ثلاثة خلال المسيرة كلها 13 سنة ان تحصل واحد صديق فعلا عند الضيق هذا ما تحصل حتى في العالم الخارجي ما مبالغ داخل السجن شلو جنسياتهم امريكان بعضهم بعضهم لاتينوس من كوبا من المكسيك شم عددهم يعني اقولك ما يعدون الثلاث اربع شخاص هذين الناس اللي انا ودي ازورهم بعدين في عندك ناس ثانين انا تعرفت عليهم وانا كنتسبب في انهم يصروا مسلمين ما شاء الله هذين ابي اشوفهم بابا شوفوا على طاري كم شخص اسلم علي ايدك انا وقفت العد 2013 عند الرقم 500 تبارك الرحمن ان شاء الله انه ما يكون رياء وان شاء الله انه يكون في ميزان حسناتنا امين الله ما يتقل تخيل وقفت العد 2013 انا طلعت 2019 بس وقفت العد على رقم 500 تبارك الرحمن اسلام شنو شعورك شنو شعورك لما ينطغ الشهادة تخيل يا ابو السيف بالاسبوع على الاقل ما بين الاربع الى سبع اشخاص ما شاء الله ينطقون ان لا اله الا الله محمد الرسول الله ما شاء الله اربع الى سبع اشخاص كنا تجمع بصلاة الجمعة كنا نتجمع سوي ولما نخلص الخطبة والصلاة الكل فرحان اجماعة في عندنا واحد ينطق الشهادة ما شاء الله عن رغبة عن ايمان ولا بس هوا خوف ليش الخوف من سجن يعني خوف لا في بعضهم عضاء عصابات بعضهم رجال عصابات وبيج رانكينج اللي هو ترتيبه عالي بالعصابة بالعكس حتى كان في عندنا واحد واحد من الاشخاص ربع يقولون هذا وصل مرتبة كبيرة عندنا في العصابات شون اقنعتونا يترك هذا كله ويصير مسلم زين اذا صار مسلم خلاص يطلع من العصابة يعني سبحان الله الخيار الوحيد عند عصابات الامريكان سواء اللاتينية ولا عصابات السودة والبيض الخيار ان انت تطلع من العصابة عن طريق الموت هذه الطريقة الوحيدة ما في ملعبه يلا مع السلام بطلت بتقاعد ولكن عندهم استثناء واحد اذا دخلت الاسلام نتركك وشأنك ما شاء الله الا الاسلام سبحان الله لانه واجد منهم صاروا مسلمين عصابات البلودز الكريبز التريسي هذه اسماء عصابات ايه المارة سالفاتروتشا الريس اللاين كينغز سبحان الله هذين سووا اكسبشن تو درور سووا استثناء للقاعدة يعني ما في طلعة ولكن الا اذا تبسير مسلم احنا ما نقدر نقول لك هذا ما رح نوقف في وجهك اي شيء ثاني حبيبي طعن حتى الموت ها يعني يطلعوا ممكن عجلة اساس انه والله نطلع من العصابة ما لنا للا لسلام نسلم لا يا بوسيف هذا شعورك لا فأنتكلم بلسان الجمهور لا هل انت انت اللي عايشتهم وانت اللي تشوفهم ايمانهم صادق ايمان على ما قالوا احنا ندري منه ايمانه صادق في العالم الحر عشان نعرف انت تدخل هالمسجد هذا يقول الشي تدخل المسجد هذا يقول شيء ثاني فما بالك انت في السجن منه انا عشان نحكم على ايمانه زائدة وناقص زيد بنرجع بنرجع في بداياتك ياسر البحري ياسر البحري صاحب مشروع في ولاية فلوريدا كان مشروع ناجح للغاية تبارك الله في اشخاص ساوموك قبل وقوع الحادثة هم الشرطة الفدرالية بمقابلة غير رسمية نقدر نقول صحيح القصة قلتها بالتفصيل الملم في كتابي خلف الاسلاك الشايكة وكذا جهة امنية تذكر كانت السالفة الفين وسبعة لسه طالعين من ناين إيليفن الفين وواحد وامريكا معطتها حد الدعسة ضد الارهاب والارهابيين والشرطة المحلية معطينا حد الدعسة على أي واحد عربي حتى لو كان مسيح حتى لو ما كان مسلم مو مهم فكانوا يدورون الزلة على كل صغير وكبير هناك فحتى لو ما قدروا يربطونك بالإرهاب كانوا يربطونك بشيء ثاني مثل غسيل أموال أو تحرب من الضرائب أو قاعد تبيع تباكو غير مرخص محرب التباكو من ولاية إلى أخرى أو قاعد تبيع بحد ذاته قاعد تبيع شيء مسروق أوكي كنت تتحسون في هذا الشعور متجاه المدرك والواعي حق الوضع والأكيد ولكن اللي اللي عايش يومه مو مختلط بالناس هذه ما يدري القضية لما تجي ويحاولون السالفة إلى أعضاء منظمة لأن إذا دخلك في منظمة أو منظمة الجريمة المنظمة المحكوميات تزيد بدلا يسكونك ثلاث سنوات ويسكونك ثلاثين سنة فتتضاعف الأحكام فكانوا يتصيدون على بعض العرب ويبغون يدخلونهم في حد دوامة هذي ولكن كانوا يبغون يمسكون عليهم أدلة واحدة من الشغرات اللي أنا بما أن أنا عندي كوفي شاب شيش يا بليس كان ودهم أن يترسون مايكروفونات ويسجلون حق الناس هذي الصوتي اللي قاعد يدور بينهم لأنه يدركوا أن الكوفي شاب مالي كان مليان عرب وكان ضخم وفخم وحلو وحطي المكروفونات على سلسلتيجة الزون على العرب زباين هذا اللي كان يبونه هذا اللي جوني ويه بوي وقالوا يا حب هذا أنك تتعاون لأنك رأي المكان صريح العبارة قالوا لك واجب واجب نعم في كذا كذا حادثة كذا الجيهة ما شك رأتك مستحيل ليش من دافع العروبة اللي هيك هي مو مسألة عروبة الياباني الشريف رح يسوي نفس الشي الألماني الشريف رح يقول لا اللاتينو الشريف رح يقول لا أنا مش خاين ولا واشي ولا أنا تبوس حق الشرط تبي أنت نسوي مو أنت اللي يعطونك معاش أنا ليش أسوي مو أنت قاعد تستلم معاش عشان تمسك the bad guy أوكي رح نتمسكه اشتبي فيني فتركت الأمر لهم وهم اختاروا أني حطولك كميد وعملوا فيك الحادثة فعبي أتكلم ما بعد بعد ما قالوا لك الكلام هذا إلى ما قبل الحادثة كم شهر هي صارت كذا مرة بالصراحة بس آخر مرة هي بدأت من 2005 وآخر مرة بالتحديد يوم آخر محاولة يوم ألقوا القبض علي بدلا يودوني السجن اللي هو سجن المقاطع عشان يبصمون وياخذون صورتي ودوني ما صعفت المبنى الفدرالي في منرو ستريت في تلاحاسي كمحاولة أخيرة قبل أن نوديك ونبصمك وندخلك ترح نمدخلينك خلاص هاي حبيبي نزلوا الجام المحاققة موجودة والرجل اللي هو يشتقل حق ال FBI أو ال ATF قال لي ها في شي تبي تقوله قبل لا تمشي ترى هذا يعني فرصة كلا أخيرة فأنا قلت لها الآن أنت تذكر هذا أنا حافظة حفظ لأن أشوف لحظة لحظة أنت تذكر الآن وتتسولف لي أنا توني حين أتذكر يوم نزلوا الجام وأنا إيدهم كلبت وراء وبقول لهم طلعوا كرت المحامي لأن رغم بال رغم على الكرت هذا اللي قاعد تذكر حين أنت في الصراحة يعني شعور شعور ودك أنك تنسى لا 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 هذه صفحة من صفحات حياتي مقتنع يعني دخلت في حالة أكشن أحيانا دخلوني في دوامة معهم وعبارة عن فصل وفصول حياتي أنا كنت لعب كرة يوم من الأيام كنت فنان ومغني ملحن يوم من الأيام وملحنت نشيد أغنية وطنية أنا لحنت أغنية وطنية حق عودة الشيخ ساعد رحمه الله من بريطانيا من العلاج السارفة هذه كانت في 97 نزيل نزيلت إلى قسم الشرطة كان اعتقادك تخرج بكفالة صحيح أمر بسيط لكن شنو اللي حصل باختصار يقول لك اللي مشروع في الكتب لكن باختصار شنو حصل في هذا الجزئيه بعد ما بصموني وخذوا المقشات صوروني صوروني قالوا ما عندي كفالة يا الحبيب ليش أنت فلايت ريسك أنت يمكن تحرب وترجع إلى بلدك ما أنت مواطن أمريكي عندك خيار أنك تأخذ تذكرة والكويت وتهرب لذلك احنا راح نقعدك لين تنتهي القضية ستة شهر سنة سنتين مو مهم فهنا سويت جلسة محاميني شم اخذت من اول دخولك للسجن هذا الى اول جلسة اسبوعين صدر حكم صدر حكم ان ما راح نطلعك نعم ونخاف انك تسافر وتنهاش بعد اسبوعين نفس الشي قلت حق القاضية هذا جوازي حطي عليه monitoring system اعطيني house arrest monitoring system اللي هو الجي بي اس يراقبك الجهاز اللي يضع الى رجل هلا هلا قاعديني في البيت بس عندي طروحة الدكتورة انا خلص منها بس ابي ادافع عن طروحة الدكتورة عشان استلم الشهادة رسميا طال الامر انا خلص كل شي بس باقي لك الاشياء بسيطة للدكتورة باقي لي بس حاضر قدام اربع دكاترة ونناقش رسالة الدكتورة ومسألة شكلية لانه ما امردي موافقين على كتاباتي قلت لها بس ابي هالفرصة هذي سلمتها جوازي الكويتي وطلب منها تحطني probation under monitoring system هذا كله ولكن ارفضت زي اول حكم صدر عليك بسجن خمسة عشر سنة بعد ثلاثة شهور من هذه الهادثة بعد تقريبا سنة ونص سنتين سنتين كل اسبوعين يجددون الحبس لا خلاص انت محبوس الحين انت الحين محبوس لين تنتهي القضية يا تفوز يا تخسر القضية تاخذ لها ست شهور تاخذ السنة تاخذ سنتين وجددون حبسك الاحتياطي على اساس لين قصدر حكم قصدر حكم خمسة عشر سنة شنو كان شعورك ياسر كنت ادور اقرب مغسلة عشان اتوضى واصل لركعتين حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى واطلب العون اني ياسر من اللي حكم عليك في عندك انت النظام الامريكي في عندك شي اسمه هيئة محلفين هذين نظريا يختارونهم من الشعب يقولون لهم القصة وهم بناء على قصتك هذي يقررون انت مذهب ولا لا من هو الشعب من هو الشعب اي عامة الشعب او اهل المنطقة اهل المنطقة اللي صار فيها الحادثة اكيد اهل المنطقة تمام جابوا اشخاص مثلا صاحب سوبر ماركت اللي هو اه يعني اشخاص عاديين بسطة تمام اخذناهم جمعناهم حطيناهم نظريا تمام من اللي يشرح لهم الحادثة القاضي يشرح يشرح لهم يقول لهم ترى هذا متهم هكذا المدعي العام يشرح قضيته ليش انا فعلا متهم ومذنب والدفاع اللي هو المحام يمالي يوقف يقول ليش انا مو متهم ومو مذنب ومفروض رجعوني الاهلي واللي يقول قصته احلى ويحبكها احسن هو اللي يفوز تمام اذا احد من حيات المحلفين بالعادة كم عددهم في القضايا هذي كلها ستة في الاعدام اثناش تمام واحد منهم قال لا انا مو مقتنع هذا يسمونه هونج جوري يعني تعاد القضية مرة ثانية تعاد القضية وقال انا مو مقتنع مرة اخرى لا هم مو نفس الشخص خلاص يجبون غيرهم كلهم يروحون خلاص يروحون بعد اربعة خمسة شهر بعد ستة شهر وجبون نصغيرهم وايضا واحد منهم قال لا انا مو مقتنع ثاني مرة يسمونه هونج جوري يروحون تسقط القضية ولكن المدعي العام عنده صلاحية انه يجيبك ثالث مرة ثالث مرة قال انا مو مقتنع واحد من الستة طبعا هو عادة المدعي العام ووكلاء النيابة والدولة يوقفون يقول خلاص صرفنا ما فيه الكفاية فلوس خسرنا على القضية هذي وما احنا قادرين الصراحة نجيب رأسه فخلاص خلاص لازم الستة كلهم يوافقون على انك في مدان كلهم بالنهاية القاضي يملك انه يزيد العقوبة او يعطيك مثلا اقصى عقوبة او اقل عقوبة القاضي طال عمرك يمشي على الصحيفة القانون يقول في قضايا نفس هذه عندي مثلا ما بين الست سنوات ليه ثلاثين سنة اقدر اسكه هو عادي يختار سكك ستة ثمانية اثناعش خمستعش ثلاثين وهكذا ويقدر اخليك في البيت حكمك كنت في البيت نعم يقدر يقول خلاص انا بيعطيك خمس سنوات ولكن تطبقها في منزلك بحط لك السيستم المانوتورين على الجي بي اس وقعد البيت البحري السفارة كان لها دور السفارة الكويتية مشكورين وما قصره ولكن السفارة الكويتية كما حال السفارات العربية في الدول هذه ما عندها صلاحيات كثيرة يعني كان في تجاوب من بعض الاشخاص في السفارة نعم كان في تجاوب ولكن اشوف 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 في كلمة ودك تقولها لا فعلا هذا كان الواقع يعني لا تطلب من الشخص اكثر ما يقدر عليه يعني ما يقدرون شي بيسوون شنو بيده يسوي يعني انت على الريدي طحت والقى والقبض عليك وحين قاعد يتلونك من محاكمة الى محاكمة من جلسة الى جلسة بيسوي بيسوي بريزن بريك بيطلعك يغصب بامر الحكومة الامريكية ان يطلعون ولدنا مو هكذا يعني في بعض السفارات يساعدون في امور المحامة اتعاب المحامة في بعض السفارات يدزون جريدة شهرية ويومية حق السفارة الفنزويلية كانت تدز باكس سيغار حق كارلوس دا جاكل رئيس الاصابة هذا ولا؟ كأنه هذا كان ارهابي الثمانينات كارلوس دا جاكل القذافي كان يحطنا كانتين موني بحسابه ايه كان عايش حياته مازال سكوه مؤبد ففي سفارات عندها صلاحية انه يخففون عليك نمط السجن يعني السفير يقدر يدز رسالة حق مدير السجن ويطلب منهم انه اوكي مسجون ولكن حاول تحطونا مسجن على الأقل شوي في حركة يعني يعني السجن افضل شوي اعمل شوي يعني فيه الصلاحيات هذه ممكن تمشي كان فيه تمييز انصري تجاه العرب في امريكا اهم اشوف كعرب هم اخذين فكرة عننا ان احنا ناس اذكياء وان احنا ناس بيزنس وان احنا ناس نحب التجارة هذا كان دائما الابيض والاسود دائما يفكر فينا بالشي هذا ولكن العنصرية سيستم نظام داخل امريكا وانت تروح بشربة مية بما انك من الاقلية انت من الناس الملونة والسيستم عادة يخدم الرجل الابيض العرق الابيض فانت تروح باي برادكت يعني انت معهم بس مو قزنا انت ايضا بس بما انك من الاقليات انت بيحوشك من طي ونصيب ضحية ضحية الغاضي اللي يشوفه في السوشال ميديا يسمون القاضي السمح يعني حديد عاية او الحقيقة اه انا ما شفت الشي هذا داخل امريكا انا قعدت هناك 23 سنة اه تنقلت الى ثمان سجون شفت عشرات القضايا شفت عشرات المحامي القضاء القاضي هذا غير غير موجود في الواقع القضاء في امريكا يتحدون بعض من يوصل محكميات الف سنة قبل الثاني صادوا مكالمة مرة في برنامج اسمي ام بي ار اثنين قضاء من فلوريدا كل واحد يتحدث ثاني عدد المحكميات اللي يعطيها حق المدانين احد يقول انا اوصل الف سنة قبلك الثاني يقول انا اوصل يقول لا يمكن السنة طابت انت وصل بس السنة انا راح اوصل قبلك تخيل على حساب الاقليات اينا مش على حساب المحكميات مش على حساب العرق الابيض لا يعني هم اكثر الناس اللي قاعد يواجهون التهم الاقليات واكثر الناس اللي قاعدين يدانون الاقليات ما اقولك ما في بيض بالطبع ولكن اقليات بين القاضي القاضي حين في حق الشخص هذا والشخص هذا نفس التهمة نفس التهمة نفس العمر نفس السوابق ذكرتها في الانستغرام ما ليه هذا يعطي 26 سنة وهذا يعطي سنتين يعطي الابيض سنتين فقط بينما يعطي الاسود 26 سنة نفس التهمة نفس التهمة ونفس القاضي نفس القاضي نفس العمر ونفس السجل الإجرامي للأثنين بس الشيء الوحيد والفرق بينهم هذا أبيض وهذا أبو سمارة يعني فيه عنصرية يعني ليش نقول فيه عنصرية نحن نشوفها الآن في الشرطي ذات البشرة السوداء اللي ذبحوه وطلعوا الشرطة براءه صحيح العصرية موجودة والذي ينكر أنه فيه عصرية بأمريكا ما عنده سالفة والأمريكان أصلا يدرون أنه عندهم عصرية مو قاعدين ينكرون الشيء هذا الأمريكا الأبيض الشي يقول الأمريكا الأبيض يقول الحمد لله كان أخس على الأقل شوي صار أهون قبل ترى كان الحيلي رايح فيها لو قبل 40, 70, 80 سنة يو كان الباص البيض قدام والأسود لازم يقعد وراءه أو إذا واحد بالباص أسود قاعد وواحد أبيض واقف الأسود لازم يقوم يعطي كرسية يقول على الأقل الانتحد ديت الأيام صح أنه فيه عنصرية عندنا ولكن النوعية ديت انتحد الحمد لله زي فيه تمييز بين الرجل والمرأة في أمريكا آه of course of course آه وايد أمريكيات لو بيدهم ما يرحوا يشتغلون يعني صار عندهم استعباد يعني يا أشتغل يا أموت يا أشتغل يا أفلس يا أشتغل يا أسير هوملس البنت الأمريكية هكذا تفكر البنت الأمريكية مو كلهم بس الواعية تقول إحنا منا انتهت الحرب العالمية الثانية دخلونا فيما ما 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 قادرين نطلع منها إحنا كنا معزيزات مكرمات قاعدين في بيوتنا ولكن رحوا في حرب عالمية خذوا الرجال كلهم من يشغل المصانع تعالوا أنتوا شغل المصانع يلا يا بنات شغل المصانع أوكي قلنا مسألة مؤقتة ولكن انتهت الحرب وردوا الرجال وما زلنا نشغل المصانع لحظة منهم نردها قيامنا الحلوة أنه من قاعد معزيزات مكرمات يعني الودود هما يشتغلون أكثرهم لو عندها امتيازات المرأة الكويتية مثلا ماش ومدرش وشوفير ولو يبطان على الأمريكية لما تسمع الكلام هذا تقول ما عندها سالفة هذي تريد تشتغل ما أقول لك المرأة ما لازم تشتغل بالطب لا ولكن المرأة الأمريكية لو أبيدها فضل أنها ما تشتغل وتأخذ هذا كله رح تحول رأسه المرأة الأمريكية إذا ما اشتغلت رح تصير هوملس مو مسألة اختيار والله بس عشان أنا بي أوريكم ذاتي وأمارس مو هكذا الناس تقول يا محوة استعباد من ثمانة الصبح إلى خمسة العصر قاعد تشغلوني وغصب قاعدت في أفواتيري متضر أشتغل وظيفة ثانية بس عشان ألحق في بنات أمريكيات متضرات حتى أن يشتغلون ثلاث وظائف بس عشان يقدرون يلحقون معيشة مو أبي شنطة ولا أبي سيارة كشفة ولا أبي تشتغل عشان الأمور الأساسية في حياتها عشان البقاء على قيد الحياة مو مول للرفاهية بالطبع بالطبع نزيل إحنا شفنا مقطع متداول في منصات تواصل اجتماعي في بنت إماراتية في أثناء معرض الكتاب في بوظبي ألغت عليك التهم وكان ردك يعني بهدوء أين نعم صحيح لقد نعرج على هالموضوع إحنا طال عمرك أواش اللي تصحيح البنت كانت مو إماراتية وكانت وافدة وكانت من جنسية عربية مقيمة في الإمارات ولكن كانت استعمل اللهجة الإماراتية لأن توقع عاش هناك سنين طويلة ف بكل هدوء وقفت دور أتمثل أنت بتشتري كتاب بعدها جاءت تقولي ليش الزحمة هذه كهلا عليك شمسو أنت يعني شنو إنجازك هذا أنا طال أتحولي بقلبي قلت ليش محترة عندي كتاب مثلا ما حد يجي صوبك ولا ليش ناقدة علي أن أنا عندي كتاب وقعد أبيع ما أنا فاهم فبكل هدوء قلت لها السؤال ليش الناس متجمع علي الظاهر أن أنا عندي محتوى عندي كتاب الناس تبي ما تشوف يلي الدور ترى مستخيل واحد يوهم آلاف من الناس يوقفون دور ترى ولا حتى الساحر يقدر يسوي الناس ترى جايين عن طريق محبة الناس جايين عن طريق يشوفون بالإنسان هذا كمية صبر يشوفون عنده كمية مثابرة مرونة تكيف مع الواقع نجاح من جديد يشوفون الشرات اللي أهمة أنهم يطلحون في معازق ويدهم يسرون نفسه أن يديرون أزماتهم يطلعون من الزوبعة يردون إلى الحياة يعيدون ابتكار نفسهم من جديد فيشوفون في ياسر البحري الشرات اللي أنت ما عندي استعداد تقعدين وتشوفينها السجنات هي السجنات بشكوى منك أنا ما كنت بشتكت بالصراحة لأنها دخلت علي مداخلة وأنا سكت قلت اللي قلتي ومسامح كريم بس اللي صار يا بوسيف أني تفاجأت أن كل ساعة وكل دقيقة في تويتر تغرد عني ما عندها أحد ثاني يلا ياسر البحري تسبفي هذا تافح هذا مقتصب هذا مدري شنو وأنا أقول أفا حين أنا سامحتش اللي سويتي جدام الناس أنت الظاهر ما أخذتني محتوى ما أخذتها ما أخذتها مسألة شخصية بيني وبينك ترى أنا طبق ثلاثة عسنة ظالم أو مظلوم ما لك حيك توقفين في وجه تقولين كلام هذا ولا هذي حرية تعبير ولا هذي حرية تراي شنو تسميها أنا سميها تطفل أنا سميها عدم فهم الموضوع وتحمستي وجيتي ترمين على الإنسان ما هي مسابقة ما هي لباقة كل واحد يقول كلام على الثاني هل ممكن تشوف أن ياسر البحري مثلا متميز يعني يميز الرجل على المرأة من هذا الباب أنا ما أدخل في زوبعة للنسويات ولا المنظمات أنا ما أمثل إلى نفسي ولا أتبع تيار ولا محسوب على هذا ولا معلحة دولة ضدها الدولة أنا إنسان يسموني جيش الرجل الواحد فما أتدخل في الأمور هذه مع أني أنا ترى مرشح دكتوراه في العلوم السياسية في الفأسفة السياسية ولكن أمشي على نصيحة شيخ الإسلام ناصر الدين العلباني رحمه الله يوم قال إن من السياسة ترك السياسة مقولة هذه ترن في الأذان ف أهم يقولون اللي يقولونه أهم يستعملوني ككبش فدة أهم يبي يسبون أنا يا أربح منك تاخذ كتابي يا أربح منك تسبني وأخذ حسنات ففي الحالتين أنا ربحان ربحان منك يعني أنا ما رح أخسر تسوين وإن سيتيواشن زيني ياصر نرجع أيضا في أمريكا انقطاعك عن العالم الخارجي بدأ من أي سنة 2007 فبراير 2007 إلى نوفمبر 2019 انقطعت أخبارك مع محيطك الاجتماعي وما حد يعني خلاص بدأت أكيد تقلل الاتصالات قليل يسأل عنك متى قمت تتقبل أنه والله ما في أسئلة ما ما تسأل عن أخبار الناس ما تسأل ما همونك أخبار الناس يعني إذا من ناحية أهلي وأصدقائي الخاصين معاي قلبا وقالبا من أول يوم لآخر يوم إذا من ناحية أهلي وربعي الخاصين إذا من ناحيتي أنا والعالم الحر فأنا والعالم الحر أنا كنت مقيد جسديا ولكن أنا كنت أقرأ جرايد كنت مشترك فيه جريدتين كل جريدة فيها ثمانية صفحة في اليوم الواحد كنت مشترك فيه أربع مجلات سياسية وأربع مجلات بيزنس تجارية وأعمال وكل شهر تجيني طرود كل طرد فيه أربع كتب سواء بايغروفي أو إسلامية أو السياسة أو في الفلسفة كنت ألتهم القراءة قدامك واحد قرأ ما يقارب الألف إلى ألف وخمسمائة كتاب بينما بالسجن ما شاء الله التحام إذا الكتاب حلو ما يأخذ معي 12 ساعة لو كان 300 صفحة ما شاء الله هذه قراءة بس عشان أستمتع بالمعلومات تقرأمت بالسجن بالدوشة أو هذا كل أحوال بالانفرادي بالدوشة كم سنة كم سنة قاعدت انفرادي انفرادي ثمانية وستين يوم طقا 10-11 مرة يمكن قطاعي أقل مرة 5-30 يوم في غرفة ثلاثة متر في اثنين متر ما أعزك الله المرحاض ما لك معاك أساس ما عندك عذرك تشوفها تحليك الباب الباب هذا ما يمتح إلا ثلاث مرات بالأسبوع ثلاث مرات وين تروح؟ 10 متر تبعد عن الزنزانة تسبح وترجع أو يحلقونك وترجع زين ياسر 800 يوم 860 يناس كتاب كامل اسمه ألف ليلة حبس إنفرادي الأكثر ما بيع اللي ما قدرت أجيب لك لأنه خلص ياسر إحنا نعرف شخص اللي يجلس في قرفة يوم يومين ثلاثة يعني يصيب نوع من الهلوسة أنا بيتشرح لي باختصار بسيط شنو الصعب شعور مريت فيه الهلوسة موجود الهلوسة السمعية والبصرية موجودة حتى لو ما كنت في الإنفرادي حتى لو ما كنت مسجون ترى الإنسان بطبعة يحلوس وفقا لعلماء العصاب وفقا لعلماء الدماغ هذي ترى واقع هذي دراسع نعم ولكن في حلوسة اللي تخترع منها وفي حلوسة اللي ما تحس فيها يعني حين أقولك قدامك طاولة مرات تفكر لقعت حلوسة إنه في قلم يمكن يمكن القلم كان موجود هناك يمكن موجود فأنت ما تشك لأن الطاولة من المعطيات أنه يكون في قلم في مثلا دباسة في أوريق هذي هلوسة واردة ولكن متى تبدأ تشك وتبدأ تراجع نفسك لما على الطاولة هذي ما تشوف قلم تشوف مثلا سمكة ذهبية نعم شنو هذا هني انت تتوعي إنه في شيء غالط بالصورة مرت عليك العذابي كثير المرات وتكرار تخيل عمد بن فرادي أسمع صوت أخوي يسولف معاي تخيل أو يوم يجبون لنا الأكل والأكل ما ينوكل الفول مثلا ولا الرز اليابس ماهلم أكله وحس إنه خفز عروق ما الوالدة اللي يرحمها ولا السجن معقول لا تباكلوا السجن يمكن مودي أطلع الصراحة كلكم حلو ياسر كنت تسولف مع سجيل يمك وسجيل يمك وفي يحد يرد الصوت ولا انفرادي انفرادي نوعين من الانفرادي في انفرادي أنت تكون لوحدك وبينك وبين العالم الحر قضبان السجن الزنزان اللي يجي قدامك سواء الجام الباب يكون زجاجي إذا ما تقل تكلمه فتستعمل لغة الإشارة معه يعني في لغة بالسجن داخل إشارة لغة الإشارة لغة عالمية ولكن الناس اللي داخل السجن I love you جاهز هذه I love you اي بس لا تقولها بالسجن ما يفهمون شيء ثاني هلا هادي لغة الإشارة لا جدول هادي لغة الإشارة واللي تقول عننا هذا حرف T بلغة الإشارة يقول Did you roll it يعني شنو بينهم مثلا حشيش ولا زقاير تقدر المساجين أكثرهم يبينسي حياته فيقول ل Did you roll it يعني رفيتها جاهز يقول ل ايه يقول خلاص شور يعني دزها لي تحت الباب عن طريق السنارة يسحبها بالحبل الراحة في أساليب وفي حياة أخرى داخل السجن شلي صبرني داخل السجن السؤال هو شلي صبرني الشلي صبرك خامس شغلات كنت أسويها دايما هي اللي خلت يومي يعدي بالسجن سواء الفرادي أو بالعالم اللي هو السجن العام كلهم بالقليسي والله ترجمهم ما هي مشكلة ايه جيد سيئ جيد 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 يعني أكل ونام ولا برياضة الرياضة 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 اللي داخل الزنزانة ضغط و push-ups stationary jogging الهرولة وانتواقف back arms jumping jacks فاتح الظم اللي تسميه lunges squats تقل تسوي الرياضة داخل الزنزانة الرياضة المنزلية اللي ينسي حبيبي الرياضة تخلي الناس تقسم جسمها ترى المكملات ونادي ترى هذا ترى كلها فوق البيع يعني شفت ناس مجسمة بالانفرادي صالة بالانفرادي خمس سنوات ومجسم أكثر من اللي بالعالم الحر ياخذ عبر ومكملات والسوال في هذه يعني هلأ يقول لك مثل الأكل البروتين ما البروتين هو اللي يطلع العضلات ولا المكملات أتوقع ثلاثة رباحة بس دعاية شفت بعيد بس الأكل الجيد هو اللي يطلع مثلا العضلات عند إيت قد عساس سوي كتلة تبي كارب كتلة تبي كارب تبي نشويات عشان تعضل تبي بروتين فالكارب والبروتين موجود سواء بالفول اللي يعطون إياه أو بالرايس اللي هو الرز اللي يعطون إياه كارب موجود بالخبز تأكل خبز تأكل فول أنت ترى راح تجسم مات حتى أشيء ثاني وشفت بعيني بالانفرادي قاعد 5-6 سنوات كارب زين الانفرادي بناء على رغبتك ولا في مشكلة راح فيها الانفرادي عادة إن إذا أنت متحم بشيء معين يقطونك انفرادي تطبق المدة سين السجن داخل السجن يقول نبي نحرم من العالم الحر ما الذي خلالك تروح 8-6 يوم أنا كذلك سارفة صارت معي أنا كذلك مرة دخلت الانفرادي وأكثر هم كانوا تحت التحقيق بس 68 يوم هذه كانت سنة 2015 كانت في ضابطة متعاطفة معي وهالضابطة هذه تطورت العلاقة بيني وبينها من مجرد تعاطف إلى صداقة بس ما فيها يعني ما فيها أي شي كريزي بعدها تحولت الصداقة إلى بيزنس قامت تجيب ممنوعات وأنا كنت أبيع لها داخل العنبر بس ما كنا نبيع شي كريزي يعني أكساها زي غير والاعة الولاعة الوحدة تخيل 20 دينار ونص الباكيت الزي غير 100 دولار 30 دينار الباكيت الواحد فهي كانت تجيب 3% أنا كنت أبيع الواحد بمئة هي كانت تجيبها منبرر بـ 3% دولار لا هي تعطي نياب بمئة ثلاثة هي تبيع الواحد بـ 5 دولار تبيع لك بمئة تبيع منك ثلاث هي تطلع 85 تدفع 15 وتطلع ربح 85 أنا أنا أدفع 100 أطل ربح كمان 200 اللي ياخذ مني الزيقارة الواحدة قطحها إلى 6 قطع يسمونها كلب وكل كلب يبيع بدنار ونص دنارين هذه تجارة ما شاء الله عليك حتى بالسجن والتاجر أي كافية شي شفرع السجون كان زي ما خفت مثلا أن يمزكونك ويزيدون عقوبتك لا هذه ما فيها زيادة عقوبة فيها زيادة عقوبة إذا طعنت واحد ومات يعني كنت على إدراك الشرطات القوانين هذه قمنا نعرفها قمنا نحفظها أعتديت على ضابط هذه فيها مو بس سجن الفرادي هذه فيها محكومية جديدة تهوش مع مسجون ومات طعنت ومات هذه فيها زيادة ماذا نمسكوك انت أنا ما مسكوني أنا عرفه الإشاعة طلعت وصالت حق مدراء السجن إننا ترى هذا ينادوني العربي هناك ARAB قالوا العربي هذا مضبط فلان وإيه ترى قعد جيب لك كل السوال وفو مصاد وعا هم يصيدونها فالمدير نادعني قال يا حبيبي وحنا ترى we know what's going on يوم تسلم لك الأغراض تتولف معها عن الصفقة ونبيك بس سجل لها عساس يعتونها القبض أنت ما رضيت على ما رضيت على خارج السجن ترضى لداخل السجن بس على فكرة ترى هذه الوسيلة الأكثر انتشارا توا عن داخل السجن أو بر السجن الأمريكان شطار أن يقلبون الواحد على الثاني الحين تشايف يحدث مع دانالد تروم دانالد تروم في جورجيا سكوه 41 تهمة وحطوا معه 18 مشترك بالجريمة ترك كلهم هذا المال هم شغل بس عمدا ندخلهم في صحيفة الاتحام مع اساس يبتزونهم أن فتن على هذا اشهد ضده ضد دانالد وهنا نطلق اشهد قول هو زعيم اشهد يقول هو اللي أعطاكم الأوامر فالمدعين العوام والنظام الأمريكي دائما النظام الأمريكي قاعد يولد وشات قاعد يولد واحد يفتن على الثاني أنا كان معي واحد بالانفراد عفوا بالسجن المقاطعة يفتن على أمه معطي أمه 30 سنة سجن بالحكومة بالسجن الفيدرالي فالنظام يعشش الناس بالطريقة هذه إنه ما في نخوة خل عندك شوية مبادئ ما في مبادئ في حبيبي طحت فتن عليه خذ خمسة خل هو ياخد 50 آه شكلت فشدي التفكير هذا هذا الفكر الساد في أمريكا هذا مو بس الساد هذا يحاولون يرسخون يرسخون في المجتمع صار لفترة من أيام النمور السوداء بالستينات البلاك بانثرز من أيام مالكوم من أيام داكتر كينغ وهم يرسخون الفكرة هذه أن عقرب الناس لك يقلبون عليك حبيبي ترثنيكم صدناكم ندرس نبيه وما نبيك أنت تفتن ضده نعطيك 13 سجن نعطيه 30 ياي ورني وهكذا رجعي سونا خلوا واحد يفتن على أمه أنا قاعدت معاه أقول له أمتى مصجيك اسمه واشنطن أقول له واشنطن أمك 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 يكون كبيرة بالأمر بعد أن دزل لها فلوس كانتين خلها قاعد هناك وبعد أن ترى بعثها آخر أيام هو قام حين شنو يبر آخر أيام قامت بيح قامت بإنك يتنحرف معاهم يتقلب يتصير من الشواذ يتصير من المدمنين المخدرات يتصير من العصابات يتمشي مع البروغرام الموجود يعني تحافظ على نفسك بأي طريقة إن كانت وارك تحافظ على نفسي وسلامة الأقل زين ما حاو يعني ما صار مثلا جاء ودخل أنت طبعا بالزنزانة في المغاطعة يكونوا إياك واحد بالزنزانة صحيح ثنين أو ثلاث أو أربع ماكسيمام اثنين داخل الزنزانة وإلا في حالات طوارئ وبس العنبر مفتوح تشوف كمان 40-50 معاك بالعنبر نفسه زين العنبر مفتوح أو الزنزانة بس انتو الزنزانة أثنين بس الباب مفتوح نصر اليوم حلو فتروح ترد تقمض عينك ترجع مرة ثانية الباب المفتوح علي الصالة الصالة فيها تلفزيون وفيها طاولات تمام اللي يلعب جنجفة اللي يلعب chess اللي يلعب checkers اللي طالع تلفزيون هذولي هذولي هذا في العنبر هذا هذولي فيهم مسلمي فيهم شيء كم أحد نسبة وتناسب أقدر أقول لك عشرة بالمية من المساجين في كل سجن مسلمين يعني إذا السجن فيه ألف واحد توقع مية مية وعشرين سبعين أقل شيء المسلمين يتكاتفون ويرفضون أنك تسميهم عصابة بس هم عندهم عندهم نظام عندهم يعني أول شيء يختارون كبيرهم بالانتخاب تخيل يقعدون يقول نبيه نمبر ون هو الإمام ما لنا وهو لي آمر ويناهي شون نختار يأخذون القحفية ويقلبونها الطاقية وكل واحد يكتب اسم من يرشح وكل واحد يأخذ الورقة ويأخذ داخل الطاقية بعدين وحدة وحدة يفتشونها وعندك طبعا وين ومتة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في صبورة صغيرة ورا داخل المعبد يسمونها تشابل فيحطونا سامي اللي مرشحينه كل واحد ما زلت انتخابات أنا ما زلت أنا زكوني تبقى الصراحة ما إن شاء الله وفيس باكتساح ما إن شاء الله كان كان أنا كنتماخذها أنا كنتماخذها يعني مو باستهزاء ولكن كنت كنت أضحك طول الوقت ولكن يوم وقت فرز الأصوات الصراحة القلب قام يرقع كان الله في عون يمرشحينه باسم بالبرلمان أيها الله لا هذه مسؤولية تخيل مسؤولية أحد أحد يصير فيه شي يشير لك حسيت حسيت فجأة ودي أفوز بلغت القلوب الهناجر ياسر فيس باكتساح تخيل من مثلا خمسين صوت زي في حد في حد جاء قال لك بعد بعد ما تذكه وفزت بخمسين صوت مقابل شم أنا كنت من الخمسين صوت من الخط 34 عفوا 44 45 ما شاء الله كان ضدك منه كان ضدي كمان 4 5 صدق وعلا كل واحد خذ صوت عن النص شي شك واحد صوت حق نفس يمكن بس هم ليش خذوني أنا مسلم عربي أعرف أقرأ قرآن كان لهم نظرة فقالوا هذا عرف عربي هذا ميزة أكيد يصير إمامنا أكيد هذا يصلي فينا أجل من يصلي فينا نحن ترغاص القرآن تدري ما أصعب شي كان لهم التحيات أقعد سنة أعلم الواحد فيهم ولا قادر يقول حبيبي يعلمني القرآن كل مو عندي مشكلة تصدق سورة الرحمن قاعدنا برمضان وصلنا يمكن آية 15 عندي 40 50 واحد أعلمهم كل يوم آية إلا التحيات هذه إنساحة ليش ما هذه سبحانه صعبة وثقيلة على لسانهم تقيلة على لسانهم سبحان الله يعني تقطع معهم شغط كامل توق وصلت أشهد لا إله لله محمد الرسول والله الصلاة الإبراهيمية هذه خلح بعد يصير خير هذه هذه يمكن لا تترجم لهم على بل كش يمكن كنا نجيب كتب ونجيب كل شيء وليش تصير صعب علي ذا صعب النطق صعب الحفظ تخيل أنا علمك كريول وأقول يلا بك تكلم كريول كريول هذه لغة في الكاريبي حق أهل هايتي هذه أشنع عصابة بالسجون أمريكي سموهم ZMF ZO Mafia Family هذه من أي ناحية يعني ناس ما يغشمرون حبيبي هذين ما عندهم قواعد ما عندهم نظم يعني ما عندهم خوف حتى من السجانة إذا يبون راسك لو أنت من خاش داخل الأنبر تخيل كلهم يطلعون من عنابرهم يدرون أن يصادون يدرون أن كلهم ينقطعون مبس فرادي في مجمع ثاني على أقل أربع سنوات الواحد فيهم لأنهم ينقوم فيك مستعدين يضحون بهذا كله يجون للأنبر داخل يعني مستعدين 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 كل شيء صار لك مذيلا المواقف أنا شخصيا لا الحمد الله صارت لنا مناوشات تحوشنا شايف هواش الثانوية شون بس مع ستشاجين من شون جيت ستشاجين محلي الناس قاعدة تحك وتحف شغالين وناس تبيع ما أخذتها تجارة كل شيء تجارة داخل السجد يأخذ الحديدة بعد 6 ساعات يقلبها صار دور زين أنا أبي أبي شلون صعدوها شرطية ما صعدوها اللي سالفت معاها ماذا ماذا صعدوها الضابط المدير السجن قال له بتفتن عليها قلت له ما راح يفتن عليها لأنه ما بين شي فقال أنا عندك واحد من اثنين يا أنا تصك بتحمل جديدة يا وديك وراء الشمس بطريقة الخاصة فطريقة الخاصة كانت أنه يسوي تزكية حق الفرع الرئيسي أن هذا إنسان خطر وما نبي وجوده بالسجل العام لازم نقطن فرادي مدة طويلة لأمد 6 شهر وتجدد هو اللي جدد ها خلاص انت شايف العداد لما تبدأ وتطبق 5 شهر 29 يوم بعدين يسكون انك اخترقت القانون يصفر العداد تبدأ 16 مرة ثانية متى حسوا فيك أو أن نبهم الضمير قال ما في تعنيب الضمير في لين يملون من كثر ما يعني نوك وبعدين يشوفون واحد ثاني ينشغلون في بعدين انت تصير خلاص خلاص طولت السجون لا انت خلاص ما في احد هلو ما خافوا ان يصير فيك شي مثلا ما همهم ان شاء الله تذبح نفسك ان شاء الله تنتحر عادي اذا ما رفقت ورنا شون تنتحر خلنضحك عليك اذا ما رفقت انا بنسوي فيك دقات عشان تنتحر ياسر جاء احد داخل السجن وياك في الزنزانة ما رتحت له اه شوف انا قاعد مع واحد مسجون مرة ستة شهر داخل الزنزانة ما تكلم له كلمة ما تسول فعليه ما يكلم انا اللي ما بكلم ستة شهر خلاص حبيبي بيني وبينك عزي الله المرحاض هذي تستعمله قولي لو سمحت لو انا بس تعمله اقولك لو سمحت عشان بس تشوف الجيحة الثانية عشان توجه وجه كصوب الثاني ليش بس اذا انا وانت ما ما في من اول دي خلاص انتهى الموضوع اعاملك كالكرسي وتعاملك كالكرسي احترام متبادل وبس ما فيش اخبارك شونك خنا قصة صارت كذا مرة تصير هذا نعم مو دايما بس الانسان ما يحب الوحدة بس مرات تفضل الوحدة على انك تبدأ مشاكل مع اللي حولك شايف لم يعطونك كثين بيوت حكومة نشوف جيرانك فجأة بيحاشك على السيارة صافض جدا بيته فتعرف ان هذا نمونتها فانت من اول هتاخذها من قصرها ما تجرب صوبه وخلاص كش كل حق عيارك انتبه معيارة على هذا شوي كش وتبدأ شون النظام انتبه الانفرادي نفس المعاملات تبه الانفرادي تعمل مع منه ما تعمل معهم تفضل انك تجيب عنكبوت وتسولف معه وتقلب حيوان أليف على انك تتكلم عن النزيل أحيانا تسمي يسم وتسولف معه ما لديك مشكلة عادي تصل لذبان ثبانتين ثلاثة باليوم بعد العنكبوت العنكبوت نفسي منعرفة ما يأكل أي ذبان يبي شبيرة يبي واحدة حية إذا الزبان ميت ما يأكل لازم ذبان حية اي فحنا كنا نصيد الزبانة نقص جناح واحد منعطيها فهي تقعد مسكينة ما هي قادرة تطير هو بعدين بعدين يشتهي يقوم يأكلها ولا ثلاثة اربع ذبانات باليوم مجهود في ناس تشتري الذبان في واحد بس وظيفته يصيد الذبان وانت تعطيل في فعاليات يعني داخل حبيبي في واحد عندها عنكبوت واحد عندها عنكبوت يتجاكرون يجبونهم يتحاوشون والناس يتراهم من الفوز فيهم عنكبوت يفقد رجلة والثاني يبطون عينه واشو طاقم طاقك عنهم العد من 2013 اينا في في ناس ما زالوا يتواصلون وياك انا في تطبيق اسمه جاي باي وموجود على الجوالات اللي عندي التطبيق هذا كان يسمح لاني ادزلهم فلوس بعد مو بس اتواصل معهم ولكن الميزة هذه وقفوها اساس الفراد والنصب والاحتيال والسوارف هذي ولكن ما زلت على تواصل معهم فيديو ومسجز ولو ادشي اليوتيوب وتكتب ياسر البحري وجنبها تكتب من وعظ بفعله راح تشوف مقطع كامل ساعة وشوي جمعت فيديوواتهم اكثرهم وصعدتهم في اليوتيوب للتاريخ في ناس طلعوا من السجن اه قلة قليلة لان معظم السجون اللي انا رحت لها من كل 1500 مسجون 800 محكمين مؤبد تخيل مؤبد مو 25 سنة مؤبد يعني خلطة بيطة الدعوة مؤبد معناته ما تطلع من السجن الا على النقالة الا انت ميت هذي الطريقة الوحيدة شون يخلطون ياهم ناس سنة سنتين خمسة سنة شوف وهما نظريا كما هو كل شيء في امريكا نظريا في شيء اسمه compatibility توافق ما تحط مسجون عنده 100 سنما واحد عنده 100 يوم ما تحط واحد ضخم او واحد ضعيف ما تحط واحد جريمت مثلا ثابع ستة وحاول يدفل السابع بالحياة مع واحد ساك سيارة من غير ليسن ثلاثة اربع مرات ومليت ومنه بتقطعون سجن 18 شهر فلازم توافق نظريا عمليا عمليا خلطة بيطة انا عرف واحد مستعد تسمع قصته فضاء صديق سالفة هذه سنة الخمسة وتسعين هذا من الناس اللي بتятель نظه días نظه الخمسة وتسعين عم، aproximadamente خمستعش سنة يقول والد عمي يسرك سيارة ا Commerce ببسيقة استمع لا ينسى والد عمي يقول يب precipitation وت dès دقيقة وسمع با 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 به وما السالفة يتقلي يقول أنا بالسيارة على ما يحط موسيقى وقاعد أغني أنا أدري سيارة مسروقة بس ما علي شغل باللي صار اشتر ضجت مسكته تعال انت الشريك بالجريمة يجمع ما علي شغل أنا أدري السيارة مسروقة وطرع مو أول مرة يعني حاسبوني على السيارة ان أنا معاه بس ترى هذا اللي صار لا انت أكومبليس أكومبليس يعني انت شريك معاه بالجريمة تكون خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة السجن بقولك أنا التوافق الحين يقول دخلت السجن أول يوم يقعدوني مع واحد داخل الزنزة أنا أمره خمسة وربيعين رائعي مشاكل رائعي صبيان وخرابيط تخيل كان يقول للليلة I will make you my wife tonight you will be my wife تخيل يقول أنا أمره خمسة عشر سنة يحددني يقول الليلة هذا أمره خمسة عشر سنة أمره خمسة وربيعين خمسة وربيعين رائعي خرابيط يقول واطلع زنزة مثل ما قدت لك مفتوح الباب بالليلة سكونة فالباب يفتح على الصالح يقول أتماشيه داخل العنبرة يقول يا جماعة من من المدينة الفلانية مدينتي من من دوفال 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 هذي اللي يطلب أدوفال أي دوفال واسم أبي ستشين ستشين توق جايل السجن من ذلك تكون عداوات قال هذا برارارا مبراربون بربيع كيف يأخذه يحطه داخله يقول أول ما تشاهد الزنزانة والسكه والباب يقول سألزله ويعطيه طا 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 مات ذبيحة العيد أعرف دم برشة هذا بسم الله أوتا وداخل السجنان ما صار لا أيام ما صار لا أيام تخيل قصة حقيقية موجودة حتى على اليوتيوب أربع فجر افتحها والباب ولا يشوفون الطائح كذب بيها وبرشة دم خلاص القاتل معروف هذا يقول ما قاومت ولا شيء خدوني ودوني محكمة خارجية القاضي ساكني معبد أقول لي يا حضرة القاضي خلنا سك في مكاني هذا كان يبي يغتصبني قال صح ولكن الباب كان مفتوح كانت تقدر تعلم الشرطة كانت تقدر تحرب كانت تقدر ما ترجع ولكن تبيت تنية أنت رح تخذ ستشين ورجعت مي هانز تايت واللي كان عمره 45 الميت كان مؤبد ما أدري والله بس بيين عليه كارير مهنة فهذا الحين عدم التوافق جبت واحد عمره 15 قعدت ما واحد عمره 45 يولد مثل النتائج وأخس هذا فاز ترى عادة العكس هو الصحيح عادة ابو 15 هو اللي نروح فيها زيني يا أخوي يا أصر شنو أقرب موقف يمكن ما قلت حتى في السوشال ميديا أقرب موقف صارك في سجون أمريكا بقولك أنا مو أقرب موقف بس بقولك مشارات البسيطة تحسسك أنه مهن مكان اللي داخل السجن ترى بشر ويدورون الألفة ويدورون العاطفة شي سمونا empathy كنا في سجن اسمه والتن لا مو والتن كان مايو أيو مايو سي سجن كبير في ملاعب كبيرة وراء السجن فيه عزيك الله محل مكان تابع للسجن تدريب الكلاب البوليسية يسمونهم كيناينز فالسجان مرات يجيب معاه الكلب عزيك الله ويدخل داخل الملاعب وذاك اليوم يعبين جرو توه صغير بيربونا أن يصير بوليس كلب البوليسي سبحان الله ولا تخيل الملاعب فيها ألف إنسان ألف مسجون اللي مؤبد اللي مدرشينه كل شي من كل نوع ميكس ولا يوقفون دور عند الضابط هذا يترجونه لو بس يقدرون يمسحون على الكلب يسوفون معه تخيل التالي ينقتل واقفين دور عشان كل واحد ياخذ دقيقة دقيقتين عشان يلعب مع هالجرو يمسى حالظاهرة هذا خلاني أوقف وطالع الدنيا سبحان الله العاطفة اللي الله سبحانه وتعالى حط حطها في قلب هالمجرم هذا اللي ذبح ستة وحاول يدفن السابع بالحيا أنا كان معي واحد قلت قصته في اليوتيوب في قناتي ذبح أمه وأبوه وأكلهم شون أكلهم؟ أكلهم قطعهم حتت وحطهم بالفريزر كل يوم يومين يتستس لحمهم وشكله ودود شكله ودود وعطوف وعلنياته شايف هذا لحظة 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 دباحهم دباحهم وقصصهم بسه مشهورة هذه بفلوريدا كان معي 2009-2010 2009-2010 في سجل اسمه سانتشوري سياي هذا قاعد يحفل زنزانة معايا في زنزانة يا أبو السيف ودود ودود وحبوب وشكله يا أبو السيف شكله حبيب شكله شايف الفيلم الأمريكي هاري باوتر اه شذيه هذا النكنيم ما له نادونا ايه هاري باوتر كم هير نظارات وشكله زيني يوم سوله في الكسال فقالك هم مو بس قاله كل يدري السجن كل يدري هذا منه هذا مشهور مشاهير حلو جاء وحطوه عندي ياسر من زمانه يروح يرد بالعنابر اي وشو تغبلته ياسر الماء بالعكس ما كان يلعب جنجفة يروح يلعب كرة يسوي بس ما عنده اي مشكله بس يتعب بحما وبو ما كلهم هذا كان مربي فار ابي بقول لك عاطفة الانسان تجاه الحيوان مربي فار قلت لك في كتابي والكلابي حضوض جبت لك اياه وياك طالما تخيل ابي سيف عنده فار ابيض يوكلك اليوم يمشي بالعنابر يدور لأكل تخيل يوم سووا مرة تفتيش علينا الضباط ممنوع تجيب فران ما فران فطاحوا عليه يدسون عليه بالبسطار مات ردين احنا زنزانة بعد ما فتشونا ولا الفار ميت مصارينا طالع وتأثر قاعد يبشي قاعد يبشي ساعات واقول لأ يوم اسبك الحين يوم عندبعت امك وابوك واكلتهم قاعد تبشي على هذا يقول انت ما تدري ام وابوه شنو سووا فيني هذا ما لا دمب هذا ما سوى شي هذا شنو سوى الشرطية يدعس عليك لا تحكم عليك لا تنظر عليك بأي نظرة انت ما تدري ام وابوه شنو سووا فيني ما عليك شغل بس هذا ما حسوى على شي هذا شنو دمبه يدعسوا عليه زن سلوكه كان عادي الولد يعني والله مرات شوفه مرات شوفه طال ويسرح فيك ما تحدي قاعد يشوفك مقلي يشوفك مقلي يشوفك مشوي يشوفك على بخصمات هذا متى لسكو الزنزانة يشوفك على بخصمات يجايبين لك تست 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 هذا لسكو الزنزانة بينك وبيني يخزك لا لا مرات حبيبي الأشكال هذه ما تنام عين عورة وعين صحيحة معاه شديد نايم انت معاه كان حبوب على طار النوم على طار النوم كنت تنام مرتاح على حسب السجن لكم سجن انتقلت أنا انتقلت إلى ثمن سجونة وأكثر شكل واحد سنة سنتين واحد منهم ثلاث شهور أربع شهور فقط الأسباب كثيرة ينقلوني بس على حسب السجن فيه السجن ما رح تقدر تنام حتى عزيك الله ما تنام عزيك الله إلا لابس جوتيك أنت لابس الجوتي 24-7 حتى لأن غدر وخيانة أي شيء ممكن يصير شفايدة الله يكرم كل جوتيك عشان ما تزلق وتطيع تقرى توقف على حيلك تسالفة بالنس ترى كل صغير وكبير هناك تفرق عزيك الله لابس جوتي بسطار غير لابس جوتي رياض غير على دلاغات غير حافي غير يفرق معاك الغالطة بألف عزيك الله في بعض الأماكن بعض السجون تسبح تخيل أنت تحت النل تحت الشاور لابس بسطار ونبس جوتي لأن أي زلق أي شيء يعني واحد درجة أي وأكثر ومتت حسب الأمان بالسجن على حسب السجن بس في بعض السجون الباب هذا ينفتح أربع الفجر اللي 11 بالليل 11 بالليل يسكونا خراص يدخل داخل وسكونا إذا مفتوح تفرفر بالصالح إذا مفتوح معناته شنو أي واحد من هال 50-60 واحد ممكن يعطيك شيء ويضلع يضربك ويضلع ومحد يدري ناس راحة وناس رادة فمنت تشعر بالأمان الساعة 11 بالليل بعد ما يعدونا آخر إعداد يكفلونا خلاص كله آليا الحين أنت عندك من 11 لأربع الفجر نام لأنه تربي نفتح مرة ثانية وزي نمأمن عن اللي معاك اللي معاك أنت تكون مأمن ولا ما رح تقعد معاك عرفت الشيون هو بس لا يكون معطيها شوية كوفي وودي يسولف معاك خانا أقول لك شنو صار معاك اليوم صدق اليوم قعد طالب وانت قاعد مأوتك فخنا نام ورانا ورانا معركة بكرة يا حبيبي كل يوم كل يوم تحط راسك على المخدة تفكر بكرة مرات ساعة ثانتين فتشون الباب تفتيش تفتيش وانت ما خلونا الناو بدي شون فتشون وانت عزك الله ما ميداك تزعمل حمام ما ميداك تسوي شيء حبيبي وك وخليك بره يالله كيش حذيك تسوينا بلعدك شهر مرة أسبوع مرة كل ثلاثة أشهر مرة مرة باك تو باك كل يوم فياننونك وايد ناس يفكرون ان السجن بس حط راسك ونام لنت خلاصوا المحكومية المو بأمريكا بأمريكا ياننونك من أربع لأي أحد عشر بلأي أثناش بلأي أثناش بلأي أم جننينك ياسر ياسر صدق شنو أغرب شعور حاشن يسألك هذا السؤال هذا قبل لا تنتهي محكوميتك ثلاثة أيام شنو كان شعورك أوكي أنا محكوميتي بس عفوا قبل ما تجاوب كانوا يدرون أن ياسر بأي ثلاثة أيام راح يطلع المساجين يدرون يدرون إي لأن أنا كل يوم أقول لهم أوكي باقي أيام ما راح أشوف ويهكم مرة ثانية خاصة أن أنت أنت بعد وانت قاعد تسولف مع ناس مؤبد لا لا مو شرط مو شرط بعضهم اللي بقي لسابعة اللي بقي لستة بعضهم مؤبد عاد أقول لك معلومة ولا لا ترى ثلاثة ترباء المحكومين مؤبد هم أطيئ بالناس اللي أنا شفتهم بالسجن هم أعقل الناس اللي شفتهم بالسجن نقول هم أكثر الناس اللي قاعدين يدرسون بالسجن تخيه تقعد مع واحد مؤبد يقول لك تحتحر بو ركشي متى تطلع وبطلع بعد خمس سنوات تحتحر بو ركشي صدق شوف بطلع أوراق شوف بزنس عندي دراسة جدوى بزنس الفلاني لما أطلع بسوي شركة فلانية وشوف هذا اللوغ ورسامته وشوف هذا مدري شنو ومخطط ومسوي ويحاول يدرس ويحاول يقرأ ويحاول يتعلم التدعول بالأسهم فأكثر العجال أصلا اللي بالسجن المؤبد اللي إذا كان صغير بالسن ومطنوخ هذا موضوع ثاني بس هذين اللي صكهم مؤبد هذين اللي طالع عمرك هذين اللي أدركوا هذين اللي الآية بالقرآن تنطبع عليهم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الحين صحو مؤبد الحين هو حكرا الوضع اللي أعلم شو كان يسوي قبل فاهمني أبي الثلاثة أيام شو كان يشي فيها شعورك أقين طالع عمرك خفت خفت فيها لا لما خفت فيها كنت كنت الحماسة ألف مستعنس واللي حوليني مستعنسين لي و يشجعوني حتى قبل لا أطلع بيوم طيحولي عشا هوم ميد أكل يعني داخل زنزانة يعني داخل الأنبر نقدر نطبخ ما عندنا أفران والسوال فادي ولكن نقدر نسوي شربة ندومي نقدر نسوي كوكيز نجود من الماجود نسوي كيك ومادر شنو فادي فذاك اليوم حتى حتى أطبخوا لي أنا تركت مكان خليت انطبائي حلو عند الناس الناس كانت تحبني الحمد لله رب العالمي والدليل حتى بعد ما طلعت يوم كان يدزولي فيديو ووصعتها على اليوتيوب في نفس المكان اللي قدلك عنه ياسر البحري من واعظة بفعله تلقى الواحد من يقول ويميسيو مفتقدينك المكان بعد ما مشيت منافس قبل واحد يقول تصدق يا أخي أنت إنسان طيب أخي حبيناك ما خليت أحد ما ساعدت عندنا ترى الكل يذكرك بالخير ما حاولوا ما حاولوا يشوفونك برة مثل ما قلت لك أكثر مثل أنت تتوعدون في دولة وشي ما شاء الله تبارك الرحمن في أثنين أو ثلاث طلعوا من السجن وصار بيني وبينهم تواصل بالهاتف بس ظروف الحياة شوي يعني أنا ما أقدر أروح هناك والأمريكي ما يقدر يأخذ جواز الأمريكي ذن السجن يحرم من حقوق الدستورية ما يقدر يطلع جواز ما يقدر يصوت ما يقدر يرشح نفس الانتخابات يعني طلعونا بره لعبة المجتمع زين يا سيد أنا برج أنا ما ما شفيت غليلي في الإجابة أروح على آخر يوم حطيت فيه راسك وبتنام مثل العصر وصوك تطلع حوال عمرك 12 دقيقة أرحيل برولة بالليل 12 دقيقة المفروض يقولك يلا خلاص أطلع بالليل 12 دقيقة بالليل حلو لديهم حق أن يمسكونك حلو أنت ما زلت مسجون 12 دقيقة أنت بأمر محكمة إنسان حر خلاص لازم تطلع حلو وصف لي من 12 دقيقة أنا كانت عندي حاجيات كانت عندي عزيك الله عندي حذية سيادة كان عندي أكل كان عندي تونة كان عندي يعني غراضي فكنت أوزعها اليوم كله فالناس واقفة دور هاي البحر أنت بتطلع شي اللي بقى عندك ما وزعته عطنة أقول لأخلاص انت خذ الزكرة الجوتي هذا انت خذها القطة التونة أنت تبي قهوة تشربها واخذ القهوة أنت الفراش هذا أنا دافع فيه شيء فلاني حتى الفراش هناك تأخذ لك فراش زمون أكاد لك فراش إزقر شذي مو نفس فراش حفال قطو ومن غيره فهناك المثل الأمريكي pay to play داخل السجن تبي فراش إزقر تدفع حق المسجون ويسوي لك واحد فوزعت كل أغراضي وناطر صارت 12 دقيقة ما حد ناداني أروح قل الضابط ما ندو اسمي ما دقوا عليك هو عنده غرفة داخل يقول لا ولا البحر يح ما دقوا تدلينا اليوم طلوع يقول ندلي بس لازم يجينا تلفون لازم تلفون يجينا يقول يلا طلعوه زين انت انت تقول الساعدة هاي ساكنوا البوابة لا حين احنا في عمبر مفتوح كنا عمبر مفتوح السر صار شايف المهجع مهجع هذا خطر ولا مخطر السجن على حسب على حسب السجن هذا كان خطر السجن كان خطر نعم بس الكاميرات كانت شوي تخلي الناس ما يسوي شي داخل صوب الأسر ويسوي الأفضاء تمام 12 دقيقة ما جاء شي عادة بالمكبرات بالسبيكر عادة تسمع البحاري روليو ستفق لنذهب يا طيب وين داعش موجود ولا ايه فاروح اقول ضابط كل شي يطل عمرك شا سار فما ويقوم ويقوم ما دقوا علينا 12 نص واحد 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 ستنتين حين أنا نسيت طلع قاعد أفكر شون برجع أغراض اللي عطيت الناس هذي لا تاكل تونة صبر يا ما ويت بياخرون اي لا تخلص القهوة ما ويت بياخرون هذي اي رجع رجع الافراش خلي نعم علي الليلة على الأقل بس بما انك غير امريكي وعليك حجز من الحجرة ما طلعوك 12 دقيقة انطروا لي 4 الفجر لي موظفين الحجرة جو واستلموك فأنا ما طلعوني انطروا لين أربع الفجر ولين أربع الفجر كنت قاعد منايم يعني غمض عيني أصحى فرفر أروح ريوك وأرجع مع الربع تدري مهجع مفتوح فأكثر متعرف وبينك وبين مضحك وسوال زين كان في تنسيق من صغارة باستلامك لا لا ما كان في تنسيق طلعت سلموك الهجرة وين رحت ودوني توقيف الهجرة قاعدنا بتوقيف الهجرة ثلاثة سابع توقيف الهجرة سجن أيضا ولكن مقارنة بالسجون سجون فلوريد يعتبر فايف ستار كنت قاعد في فندق الرتس تلفزيونات بوث سرير مكيف أكل حلو يعني تحس خلاص انت أقرب الحرية زين شو كنت تفكر ذاك الوقت شو كنت بتسوي أنا جاهز أنا تصار لي 13 سنة خطط شو بسوي لما أطلع جاهز جاهز كنت أعلم عن السوشال ميديا نظريا أكيد مثل ما قلتك أنا كانت تجيل مجلات وكل شي بس عمليا أنا ما عندنا ممنوع الجوال فما كنت أدري شو العالم خارجي أعرف ترى أنا كنت 13 سنة فقط مش من أصحاب أصحاب الكهف طالعا أصحاب الكهف 300-400 سنة عارفهم من الأسكنيين 45 يوم هنا يطلع يبالغ أصحاب الكهف بعد 400-300 سنة يلقى العملة غير يلقى شعب غير يلقى لبس غير يلقى لغة غير يلقى الدولة غير يلقى الحكم غير الملك غير صحيح بس ترى 13 سنة في زمن البشر ترى ولا شي يعني حق واحد دشء أول يبدأ يطلع رابعة ثانوية هذي واجد بس حق واحد مثلا عمره ثلاثين وصار أربعين ترى مواجد واحد عمره خمسين وصار واحده ستين ترى مواجد بالعكس فنسبة وتناسب أنت ممكن مصدم من كلامي بس ترى فعلا أنت بينما تسوي المحكومية هذه أنت مصدم بس أول ما تطلع تقول الحمد لله رب العالمين كلام حلبصر الحمد لله طلعت مستعد مستعد حق السوشال ميديا مستعد أنا كتاب 26 كتاب وأنا مسجون بعضها جبت لك إياها في الفلسفة في السياسة في مقارنة الأديان تسع اصدارات هذه طالعا لأمريك مكلة عن السجون طالعا كتابين فقط على السجون في كتب عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوصف في كتب عن دور اليهود الأغنياء في الانتخابات الأمريكية في كتب عن الإعلام الأمريكي السلبي الموجه ضد العرب والمسلمين في أمريكا وغسية للمخ في كتب في مقارنة الأديان والكتاب المقدس ما شاء الله وكاتب كمان عشر كتب باللغة الإنجليزية موجودين في صفحة ياسر البحري دات كام فالحمد الله هذا من فضل ربي طلعت جاهز على المطبئة طلعت جاهز على اليوتيوب سنا ما شاء الله عليك أذكرك أذكرك على اليوتيوب تبارك الله حتى سويت مثلت مثلت هذا كان فيلم قلط تدريب بيت أبويا بالصباحية خذت المقلط وقربتها زنزانة زين أخي ياسر كانت فيه تنسيق من السفارة أن يأخذونك من السفارة لا كان فيه السفارة مشكورة القنصل القنصلية السفارة لا كان لها دور كبير القنصلية واحد اسمه من عيال هزيم أقصر بارك الله فيه أعتقد اسمه بومشاري أو ضاري شيء جدي بس محترم للغاية هو ساعد في أن ما أطول بالحجرة حتى جاء ليه تلحاسي وكان معنا في الطيارة وكلم ضباط الحجرة قال أنا بس أعيركم بالطيارة ليه أنتو وصلون حق جي أف كي ومن جي أف كي للكويت وقال لي البحر أدري طالع جوعان فقال أحسابي شن تربي تاكل تربي تاكل بالمطار وما تقصر معي حتى جاب لي بدلة ترينينج سوت عساسها البسة تدري بدلة السجون يأخذونها منك يعطونك بدلة بنية فقال حق أخي عبد الله شنو أقدر أساعد أجيب لي شيء أنا رايح هناك قال ل تربيط له ما عنده ملابس شنو شعورك شنو شعورك أنت تشوف الناس أما بسوط والمقاطع هذه كلها القنص الوثق وصاعدهم موجودين على اليوتيوب الحين وأنا في المطار شنو المطعم طرع لي والله أنا كان بخاطري مشكل فلافر بطاطا بس جانوا كثرة حينة بس مو موجود هذا بأمريكا تبقي الصراحة فأعتقد ودانا فرايدي كنا في تدري في مطارات أمريكا فيه من دم مطاعم حركات فقال حق الضباط الأمريكان ترى أكلكم علي طيب الأمريكان يحبوهما البلاش فاستانسوا فقال لهم اللي تابونا فقال لي ياتر شن الخاطر رح تاكل وأبد والله قلت لها شكلها كلهم حول وفعلا ما قصر والله ويانا دفع الفاتورة تبقى وتبقى وتبقى وسوالف وضحك وصورني وصعده في اليوتيوب وهذا كله موجود في اليوتيوب أنا لابس بدلة رصاصية training suit وزي لشعورك يوم طهرة الطيارة أنا ما صدكت أني بطير إلا يمركبت ليش ما صدكت لأن ما أتأمن حق الأمريكان تبقى الصراحة يعني غدرة وراء الثانية غدرة وراء الثانية غدرة وراء الثانية شو بعت من الغدر أي لحظة ممكن يقول غيرنا راينو ولا في خطأ فني ولا الكمبيوتر وارد هذا شي يرجعونك فوق تحت ترجع الزنزانة ما عرفت وأيقنت وأدركت أني أنا فعلا إلا يمركبت الخطوط الجوية الكويتية يوم شفت المضيفين وشفت عمل الطيارة وشفت الطيار وشفت عالم الكويت إحني عرفت أني أنا فعلا بإذن الله تعالى ولأ عمدا ولا لا حطي الغنية عبد الكريم الله يرحمه الله يرحمه أنا رديت لا يونيج أنا رديت كانوا مشغليني بالطيارة مشغليني بالطيارة ما أدري عمدا ولا صدفة الله أعلم هنا فأبي شعورك يوم جيت عند الكونتر وما في جواز طبعا وثيق كانت عندي وثيقة من السفارة شنو تعبير وجهه وانت وهو قاعد يدخل بالسيستم هذا وين هناك بأمريكا أساسي يعطيك الخروج أنا وقف أنا ما سويت ولا شيء ضباط الأمريكان كانوا يروحون حق الكاونتر ويقول لهم أنا عندنا سجين نبل رحلة وهذه أوراقه فأنا كنت بس من بعيد أبتسم وما أتحرك فجأة عشان لا يرموني وكان في شعور وكان في شعور أنه والله يمكن هذا يقول لا ما قلط الكاونتر لا الكاونتر يمشي لأنه هذين ضباط فدراليين ضباط فدراليين مسلحين هم يخذوني من السجن سجل المقاطعة عفوا من السجن الهجري يبركبوني الطيارة واحد منهم قال شوف حتى لا رح نلقي عليك الأصاور الفضية نبن عام لك عادي يعني تبشي معنا من غير كلب شات قد 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 ترجع ترجع قال أقول لك الكلام لأن هناك لا يرجعون هناك يفضلون هناك حتى بالسجن ولا ترد بلدهم من هالنا قلت لا أنا أستعد أدفع فلوس وأدفع فلوس وأدفع 13 سنة وأدفع فلوس وأدفع فلوس يقول خاصح لما نحن رايحين لا لن لن لبسك الأساور الفضية ولكن إذا تسويت أي مشكلة لن يرفع الجاكيت ووريني الثرد ولكن إذا سويت أي مشكلة هذا سيقوم بإذن هذا سيضبطك لن طالع وطالع الثرد وقلت لا يوجد لن المطار فلن أدفع الافتراضية أن سويت حركة سريعة يقرب عليه كابوي موقت حيث تعيس سنة سجن آخر شي أموت عرف شون ف يوم نركب الطيارة بلغ أمن المطار وأمن الطيارة وخذوا السلاح مننا أعتقد في عندهم بروتوكول معين أن السلاح ما يكون بالطيارة فما أدر شون تفهمهم عليها ويوم أتوقع يوم وصل لكويت أعتقد أعطوه إياه بطريقتنا واخرة عرف الشرطة الفدرالية ليل الكويت هم قانونهم إذا عندك جنحة إذا عندك جنحة يوصلون للمطار يركبون الطيارة وتمشي بس إذا عندك جناية يركبون معاك بالطيارة يوصلون لبلدك بعدين يأخذون فوقت وردون وهم استانسين لماذا لأن يجيهم باكت ماني طبعا الحساب الدولة الحكومة الفدرالية يجيسوا وعلى الكويتية وكل شي زين في شي بدك تضيفه في بودكاست جولة أشوف أول شي مشكورين طالع أمرك وما قصرت وهذه الصراحة استعلم بارك يا أبو سيف أن أتعرف عليك باك 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 واستمر وواسطة طالع أمرك بس أنا بقول حك كل واحد برا في الدنيا في العالم الحر اللي عنده مشكلة ولا عنده معضلة ولا حسن الدنيا ترى انتحت سواء فصل من عمله ولا اختراحه ولا يسوي وما ضبط معه ولا أي مشكلة كانت أو دخل السجن وما قدر يتواكب معه ولا حتى لو وحده توحقت مع زوج واضطرت أن تنفصل عنه ترى مونا هيت العالم ترى تمضي الحياة والإنسان ترى قادر أنه يتعايش ويتكيف والإنسان ترى قادر أنه يعيد ابتكار نفسه من جديد أهم شيء الاستمرارية والتوكل على الله حق التوكل اللي توكل على الله ما يخاف والواحد أي نعم الواحد يشغل نفسه على قدر المستطاع بالشغلات الإيجابية الظالم أو مظلوم في العلاقة سواء أنت الظالم أو المظلوم قط الأمور وراء ظهرك واستمر وتوكل على الله حق التوكل وأشغل نفسك بالشغلات الإيجابية ودع الماضي وراء ظهرك وأحزن شوي ولكن لا تخل الحزن هو يتملكك والله ولي التوفيق استمر الله يطيك العافية أنا بس الآن قبل ما نختم في أسئلة جايتنا على سناب بخصوص هذه الحلقة استعدى الأسئلة هذا السؤال يقول شخصية استمد البحري منها قوة المادية والمعنوية وقت السجن المادية المعنوية طال عمرك أنا كنت أقرأ سورة يوسف من دخلت السجن لين طلعت منها يوميا كنت أقرأ السورة وكنت أقول حسبنا الله ونعم الوكيل فوق الخمسمائة مرة يوميا فقصة سيدنا يوسف طبعا شتان ما بين ياسر ويوسف ولكن القصة هذه مننا نستفيد ونتعلم كل مادية مادية ما في طالع ما قدرت بس حط المراية وشوف نفسي فيها بس أنا قدوة نفسي طالع برك الله يطيك العافية زين سؤالك الأمراض الجسدية اللي مر فيها ياسر البحري وقت السجن أنا أصبت بشيء يسمونه Carpet Tunnel Syndrome أو بالعربية متلازمة النفق الرزقي أو الرزق النفقي شيء شذي اللي هو ألام عربكة في الأصاب بسبب كثرة الكتابة 26 كتاب وحتى أرسطو يلاحق ألي الله يطيك العافية زين يقول هل ممكن يجي يوم ياسر البحري يزور أمريكا مرة ثانية أنا باقي لي السنة ويرفعوني المنع عني أنا ممنوع دخول أمريكا خمس سنوات بس إذا الله كتب لي نعم ورح أوثق حضوري حق السفارة الأمريكية وأخذ الفيزة وإذا وافقوا رح أوثق الرحلة من آلف إلى اليوم ودي أزور بعض ربعي المساجين المحكمي مؤبد خاصة بعضهم اللي أسلموا أواركة سبب في إسلامهم والله ما شاء الله عليك زين يقول كيف كان يدعو المساجين للإسلام وكيف فادته الفلسفة السياسية في هذا الموضوع الفلسفة السياسية ما فادت لأن الفلسفة السياسية تخصص بس مناحج البحث تستفت منها أيام الماجستير والدكتوراه الشعب الأمريكي متعطش للروحانيات وصدق أو لا تصدق واحد من كل ثلاث أمريكان يغير الديانته على الأقل مرة في حياته فأنت أحد الخيارات ليش ما تقدمنا الإسلام كخيار بما أنه قاعد يغير الدين واحد من كل ثلاثة يعني الثلث فلما لا تخلي الإسلام جزء من الخيارات وايد أمريكان قاعد يعتنقون البوذية والهندوسية الإسلام أولى طبعا أنت تدعوهم من باب الصدفة أو من باب اللي والله ودي الفضول الفضول الأمريكان فيهم كمية الفضول خاصة ندخل السجل أكثر اللي يسلمون يسئلونك أو أنت تبادل أكثر هم يسئلون زين يقول ليش أكثر اللي يحبون العرب هم اللاتينيين أولا شوف تبي صراحة اللاتينيين يجمعهم من العرب عادات كثيرة مثل عندهم 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 الشهامة عندهم عندهم تمجيد للصداقة ينظرون نظرة الدنيا حق الإنسان صاحب المصلحة فقط يدورون العشية يدورون الصديق يدورون الواحد يكون نزيه وشهم وفي صفات الرجال عن غير الأمريكان البيضة والسود الخواص هذي مو موجودة هناك أتوقع مسحة من الحضارة الأمريكية بس في أمريكا اللاتينية والمكسيك ما زالت الصفات هذه مترجعة من قبل الرجال فتلقاهم أقرب لك زين وش ومكتب وش الفرق إذا جيت تدعو الأبيض أو الأسود أو اللاتيني للإسلام وويش الشيء اللي يقنع فيه كل فئة اللي تقنع فيه كل فئة خوال أمريكا أو السود أمريكا في عندهم رابطة مع الإسلام مئات السنين يعني كمية كبيرة منهم نسبة كبيرة منهم كانوا أصلا مسلمين قبل لا يروحون أمريكا ويستعبدون تتغير أساميهم فهم ما يسمون نفسهم منهم صاروا مسلمين حولوا كان يسمون مش كونفرد كان يسمون نفسهم ريفرد اللي رجعنا إلى أصولنا رجعنا مش تحولنا ما دخلنا في دين جديد دخلنا ورجعنا إلى دين أبائنا دين أبائنا فهكذا الخوال البيض كانوا صعبين شوي اللاتينوس كانوا يسمعون مستمعين جيدين وكانوا إذا حسوا أنه في تجاوب دخلوا بالإسلام بس أكثر الناس اللي دخلوا الإسلام كانوا من الخوال اللاتينوس يجون نمبر دو والبيض كانوا قلة ولكن كانوا موجودين زين هل تعرض لمواقف مميتة داخل السجن أنت في سجن طال عمرك مش في الكشافة وبين عصابات والعصابات هذه مسلحة ومستعدين لذبحون الإنسان على باكيت زقاير فنعم وخاصة أنت كان مسلم وتنتمي إلى الجماعة الإسلامية ما هي عصابة ولكن عندهم كتكاتف وعندهم صداقات وعندهم مشاكل مع جماعات أخرى فالليحوش ويحوشك كانت محبوبة محبوبة الفئة المسلمة داخل السجن أو ممبوذة على حسب السجن بس المساجين كان يحبون المسلمين أكثر شي وبعض الإدارات كانوا يحبون المسلمين لأن كانوا نوع من الأمن يعني مدير السجن أحيانا بيحل مشكلة يروح أقل المسلمين لأن عندهم واسطة عندهم نفوذ رئيس أو زعيم المسلمين أو إمام المسلمين مستعدي يقعد مع زعيم هالعصابة زعيم هالعصابة ويسوي يصلح بينهم فتخيل مدير السجن مستعدي يروح يكلم مسجون عشان يساعد في أن يطيح يطلع مشكلة برا يعني أنا مرة أذكر رسالفة هذه كانت 2010 أنا كنت إمام المسلمين هناك فمدير السجن ناداني قال سمعنا أن وحدة من العصابات أجرينكم أساس تطعنون واحد مشهور أو شي شذي وأن السلفة بيدي كنت فأنا ضحكت السلفة مصج فقلت قال لي أنا بيدي أنا شميع نانا شي يقول لي مو أنت نمبر ون هم عندهم تحقيقات هم عنده الناس ضحك قلت لا أنت نمبر ون أنا مو نمبر أنت نمبر شي يقول إلي هو أترجاك هذا في مشكلة تكفى طمطم توعدني قلت أنا مو بيدي أنا ما لي دخل بالموضوع ولكن أبعدك أن من صوب لما رأي يجي شي قال بس هذا لابا أعرفه أنت بس طلعوا برا السلف فكانوا يتفاوضون مع المسلمين يدشون في مناقشات مع المسلمين يطلبون عاون المسلمين في بعض وبعض الإدارات كانوا يضربون بيد من حديد ما همهم زين أخو ياسر لمحة بسيطة سريعة هل تنظر للمفاهيم المسايدة على هذه الحياة زعل ما زعل من انقطاع ما الانقطاع أشوف أبو سيف كلهم يغني على ليلة ما تقدر أنت تستهين بمشاكل الآخرين ولا تقدر تحول منها شنو هذا أنا سجنت أنت ولا شي ليش تبتشي لا ما تقول الكرام هذا لأن كل إنسان والقدرة الاستعابية اللي عنده ومدى تحمل ومدى صبرة أنا صبري بعد الممارسة وصلت للمرحلة اللي وصلت لها من صبر يبقي يوم أنا أمري عشرين ما استحملت بس أنا دخلت السجن أمري ثلاثين ما أقدر أستحين بمشاكل الآخرين ولكن أقدر أقول هونوها وتهون بإذن الله تعالى واكلوا أمرك من الله وترى توكل على الله ما أخب لا تخلي المشكلة تصير أكبر منك تجاهلها أحيانا المشكلة هاتا رح تختفي في مثل أمريكي عظيم يقول ignore it and it will go away أحيانا المشكلة تجاهلها وترى مع الأيام مشكلة هاتا تختفي أقبل الغربة هذه صار صار عند ياسر البحري كثير من الأمور سهالات أخذها بسهالات وصدقني صدقني توكل على الله حق أتوكل يعني شنو ما كان عندك منهم ضيم مشكلة في الدوام مشكلة مع الزوج أو مع الزوج وكل أمرك لله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحانه قال الله ترى فيه إذا سكى الباب هذا ترى فيه عشرة غيره يفتح لكي أنت بس وكل أمرك لله سبحانه وتعالى ما شاء الله أنا أمامي أشوف شخص ما شاء الله طموح صبور مثابر أعيني عليك باردة تبارك الله وسأله وفقك يا رب العالمين لا وطباخ مهر كمان بعد الله يضعك العافية شكرا لك خي ياسر شكرا لكم على المشاهدة في الختام صلى الله عليه وسلم شكرا لكم شكرا لكم